موسيقى سيروا بسم الله لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ومن وضع سلاحه فهو آمن موسيقى الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أهلنا في سورية الحبيبة إن من أهم الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يتحلى بها وأن يعتمد عليها هي التوكل على الله سبحانه وتعالى وليقين بالله بأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف فينا جميعا التوكل على الله سبحانه وتعالى من ضروريات المؤمن ومن أساسيات إيمانه واليقين به هو ثمرة من ثمارات التوكل على الله فصاحب اليقين يرى ما أخبر الله به ورسوله كأنه حاضر يراه بعينيه التوكل يكون على الباقي لا على الفاني الزائل قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت قال أحد الصالحين ما ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد بعد الله في أمره واسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصيته حين قال لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وعندما أحاط المشركون بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في غار ثور قال أبو بكر الصديق ما ظنك قال أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم أدركون يا رسول الله فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا للتوكل ثمرات ومن ثمرات التوكل على الله الكفاية قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا المتوكل على الله من أهل محبته قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين واعلم أنك إن توكلت عليه نلت السلامة ونلت الأجر قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ماذا كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إلا أنه لا ينبغي لأحد أن يترك الأسباب دون التوكل على الله سبحانه وتعالى فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل قال أهل العلم خذ بالأسباب وكأنها كل شيء واعتمد على الله وكأنها لا شيء ولو نظرنا في نماذج الصحابة والتابعين عن المتوكلين على الله وجدناها كثيرة منها هاجر وإسماعيل مع إبراهيم حين وضع إبراهيم هاجر في أرض غير ذي زرع قالت له آه الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذا لن يضيعنا فكانت النتيجة ماء زمزم والبيت الحرام والحج أم موسى حين خافت على ابنها فقال تعالى فإن خفت عليه فألقيه في اليم في اليم كانت النتيجة حينما توكلت على الله فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون أصحاب موسى لن في ذلك عبرة حينما قالوا وخافوا وهم يركضون أمام فرعون ومن معه وصلوا إلى اليم وصلوا إلى البحر فنظروا خلفهم ووجدوا فرعون ومن معه فقال أصحاب موسى إنا مدركون فقال موسى عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي سيهدين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل ووجده نائم تحت ظل شجرة وسيفه بجواره أخذ السيف هذا المشرك ووضعه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد من يمنعك مني فبكل قوة وبكل يقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى قال الحبيب الله فسقط السيف من يد المشرك بقوة يقين النبي صلى الله عليه وسلم وشدة توكله على الله فسقط السيف من يده ثم أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال بل أنت من يمنعك فقال يا محمد كن خير آخذ أحبتي في الله إن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف له الكون كله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي وهو الذي يفرج عنا ما نحن فيه فثق به جل جلال الله وتوكل عليه فإنك الفائز بإذن الله أخيرا أحبتي أوصيكم وإيايا بحديث رسول الله الذي كان يقول فيه إذا خرج أحدكم من بيته فليقل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حينها يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان اللهم جعلنا ممن يتوكلون عليك حق التوكل وممن يثقون بك حق الثقة اللهم آمين آمين والحمد لله رب العالمين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تهدموا بيتنا لا تغدروا ولا تخون لا تجهزوا على جريب اشتركوا في القناة